ما نغنيش بعض ما في عاطفي حالياً عندي أعجاب بشأرة وبصامرة اللي عم تضحكوا كرفي هاي المقابرة هخلص وتجوز هلا يعني MTV1 بحبكم كتير جوزهاف عطية وراك وراك وين بدك تروح نحنا جاهزين MTV1 أهلاً وصهلاً أهلاً وصهلاً فيكن وإذا ما شفتكم بكون في شي غلط يعني بشتاقلكم ونحنا كمين بس تعرف ما عم تخلينا نشتاقلك عم تشوقنا دايماً أغاني مرة هيكي روا اليوم جيت بلشت أرقص شو هالحلو بغدادة غنج دالت شو القصة؟ مظبوط أنا بحب أغني اللونين وقريب كتير من اللون الرومانسي اللي قلت عنه هيك الرومانسي الري الحلوء الأخري والرأس كمان في جو هالمرة أغني مصرية كتير عم تعيده ليه عم تعيده مش عم تحفظ هي لا أكتر من آنجل يعني عم ناخد لقطة من أكتر من آنجل فبصير استعابة أبطأ اليوم تعبين أكتر شوية يعني مش لأنه جاد كتير ببيكي وبدو بضلي عيد تكون متل ما هو بدو مهني كلهم مع بعضهم يعني أنا جاي من صفرة مبارح من حفلة حلوة بالعقبة بتعرف العقبة بدي مشوار طريق كمان وهيك وجاد كمان بدو الشغلي هيك ببيكي على الآخر فكله مع بعضه أدى إلى إعادة بس أنا شايفي في استمتاع يعني كلكم عم تتحكوا عم تتسلوا التقس شوية مساقة بس أنتو مش حالكون مش خايف تعمل قريب عبكرا؟ مفروض أعمل قريب هالجمعة اللي جاي نحنا موعودين إن شاء الله المقابة اللي جاي بمستشفى رح نكون عم نخبركم على برونشيت كيف سقط عصدرنا بها خلال هالإيام يعني سقطة وأوكي يلا يلا شو شو بنا نستشفى أنو عم بسرعوني تاياخدوا شوية ضاوبة طيب 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 أوكي الأغنية الأغنية لك يلا 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 آخر آخر أو بعمل لقطة وبرجعهم ما بعد شو رح يعمل رجعت 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 جاي بك غير لك قبل شوان صحبت بسرع بسنا نلاحق الضو نصورنا وغيرنا تيبنا كتير حلوية تيب شو عم شوف شي صيفي شي دومي سيزان شوفيه هو وقت رحت عالحفلة بالحفلة كنت بهاو تيبس وهاو تيبس السهرة أغنية صيفية فيها كلمات هاكي غنج ودلعة بغددة وهدهدة وإلى آخر ايه ايه قعي وحلو إن شاء الله إن شاء الله خير هي المفروض انه انت عم بتغنج الحبيبة لاحظت شوي عم بستبق الامور انه هي عم بتغنجك شو؟ يعني بالبقل شوي لا شوي يعني زواديك نص لكليب هي عم بتغنجني ونصه انا عم بغنجها عم بغنج بعض عم نشوف كل فترة في سنجل في فيديو كليب هالشي اكيد استراتيجي منك وكيف عم تشوف انت النتائج هيك اصح من الالبوم ولا شو؟ بتصدي انا ما يعني هلأ بها الزمن بطل فيه بلاننج للأعمال لانه كل فترة عم تتغير القصص بطريقة كتير سريعة انا شخصية من الاساس بحب الالبوم كتير وبيضل عندي عطول هيكي هيدا ازا بديك المشكل مع كل حولي انه عبالي اعمل الالبوم هني ملاقيين انه لا استراتيجي سنجلز احسن لا هلأ ماشيين بالسنجلز يمكن شو نهار اعمل لبراسي جوزيف شو قصة رجعنا بادي بيلدينج ورجعت ضعفان مرة بشوفك نصحان مرة بشو قضع شو بتعمل انا كتير يو يو يعني بطلع كتير وبنزل كتير باوقات اياسية فحسب ازا شايفتيني جاي من فكيشي بكون نصحان وازا شايفتيني عندي كليب بكون ضعفان يعني في في رسات معيني في رجيم معين اكيد اكيد في دايما هيكي دايت معين من وقت لوقت بخرقوا بزعبر بس ميرا بترجع انا بحب انو كتير بتحب الحلو صح برافو كيف بتعرفي مصبوب لانو انا بحب الحلو بنبش تعزي نفسي بقول مين بيأكل حلو طلع جزاك انا كتير بحب يعني في يعيش على الشوكولات وعلى قصص الشجر يعني بيقولوا لو بيأكل شوكولات بكون عندو نقص عاطفي بحبي عوضو بالشوكولات شو قولك بقى مش سامعو هال مش سامعو هالقول بس صحيح قول مأسور هيدا شكله زابط مية بالمية او لا ممكن يعني انت عم تقربشي خطير نقصك عاطفي بالوقت بيباباريزي خبرونا عم بيشوفوا طمع صبية حلوة شقرة من كم يوم شقرة سامرة باركي سابغيت شعراتا او شقرة وسامرة شو ممنعي مش عم بدايعطيني بالالوان يعني انت مضيعنا لكن نقص العاطفي انتبه مش درو يكون من الشريك يعني ممكن مني انا كن مش عم بعرف اتلقى العاطفي مزبوط اه فيه انو هاكي ما فيه عاطفي حاليا اه بفهم انو منك بيعلاقة هيك جدية بالوقت اللي سمعنا انو جازاف عم بعيش قصة غرام لا بعيدا عن لا 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 جديا كنت بعلاقها اه ولم قعد اكلت الشوكولات وانصرح اكلت شوكولات نقلت عالشوكولات دي غري نخيش شغلي سابتي شوكولات شوكولات بتظلمي بيفهميك بتفهميه بالا ما يحكي لا واجع الراس لا انا بعرف انو انت بتحب العاطفي ومستمد عاطفتك من عائلتك من امك اللي هالقدي كمان بعدها بعد شو قصة انو عاطوت بدل مع امك بيقوله انو بهموا امر امه بياخد بتعليماتها شغلة حلوة امي واخواتي واهلي قريب منهم كتير بشوفهم كتير بنفس الوقت اعيش لحالي انا فشوفهم كل ما يكون عندي فرصة بشوفهم كلمة هاكي بتبين عن الناس انو موجود معهم كتير وهدا الشي مضبوط يعني فكل ما يكون عندي هاكي ويك انت بكون فيه بالبنان ما عندي شغل بكون مع اهلي انا بارف انو اخواتك هني حدك دايما انا همشي سالين عفوها مديرة اعمال بتاخد العقل مش كومبليمت عن جد خليها تكون اسكلوزيف لقلك وامك بتفوت بالاعمال اخواتي بيشتغلوا معي بالدمان طبعا يعني سالين كل شي اخراج وتصوير وكل شي بتشوفوا على السوشال ميديا ومتابعة ايه بتهتم فيه واختي التاني كل شي كمان بزنس بالدمان طبعا يعني ومش بس بيشتغلوا معي بيشتغلوا هني اشغالهم الخاصة مع تيفيات وبروداكشن و الاخرية كمان بالمجالات طبعا جزيف بعرف كم ايه اللي بدي اعليا وإذا انت بتكون سعيد بس كون عم بتعزفهم ما شفتك ولا فيديو كليب عم بيكونوا هني الفيدات معك هاكش كم كليب عملنا لقتات يعني شواء ارتستيك هلا انا مش ميوزيشن لانو مني متعمق بكل ايه بدق هاكي شواء السمع شواء تعلمت حالي يعني مني بروفاشنل على الالات ان شاء الله اكيد فكرة حلوة وموجودة في شي عم ينعمل هاك انو نكون عم نعمل شي هاك اكستيك مع الالات موسيقية واغاني اذا بدك تشوف صبيه اول شغلة لما تطلع فيها بتلفتك شو هي ما في شي محدد بس سبقتين يعني كان بدي اقول شكلها اكيد يعني هي اول جاذب بالموحد بس يتطلع هو الشكل شقرة او سمرة اه ما بعرف ما بعرف لانو كل مرة عندي اعجاب بشقرة وبصمرة اللي عم بتضحكوا انو بدو شكل بس خليني اقول صمرة بالشكل العام يعني ايه ولا ما بتطلع بوجه بتطلع بعيونها ولا مش بعيونها بعيونها شو بيقولوا العيون بتطلع مباشر بعيونها ونتبه في شغلي بدي اقولها انو اوقات في شكل معين انا بحبه يمكن غيري بيلاقي انو لا مش ستيلو يعني وفي اوقات كتير اشكال كتير حلوة بلونا خي انا مش ستيلو ما يعني مع بوتوكس وفلر ولا بلايهم انو هو بالاساس بلايهم ازاي عسل انو عند الحاجة اوقات يمكن انو مقبولين ازا الشخص سوي ازا البنتي حاب بحب انو تحس بيشا ملوة يعني هيك شوات مش غلط نحيفة ولا كورفي هلأ متل مدارج كورفي مش متل مدارج انا بحب الكورفي انا بحب الكورفز ايه ايه مش كتير انا امنات انتو سكيني طويلة ولا قسيرة او وسط مواصفاتي غريبة عجيبة انا بحب البنت القسيرة ندخل للداخل اكتر زكية ولا مش زكية احسن من قوشي سوبر زكية انا بتزعج الرجل الزكية كتير ازا بتعرف ازا بتكون زكية بتعرف تستخدم زكيها ازا حنوني كتير وزكية اقل ولا العكس ازا خيرت يعني بين الحنان والزكا لأ تكون حنوني طلت هالصبية اللي عيش بتك انت كيف تستميلها بأي جملين شو بتستعمل زكية شو بتستعمل اي جملية انا مش كتير انتو حكي مش كتير بحكي يعني بتغني لها بركيا لا كمان بغني بعدين بمراحل متقدمة بس نغني بس ازا بديك البيك اوب لاين يعني اول هادا مش كتير بحكي بستخدم اكتر هيك النظرة تدحكي انو بدي لانجوج اكتر طيب تجوزنا مبروك وانك ما جيتي على هيرس ولاو ما اعزمتونا مع انو وانو ام تي فيه ولاو كم ولاد تحب تجيب هس تلاتة صبيان ولا بنا ما اتنين اتن ولا مرة كان عندي افضلية لا شي معين وفي حالة سمح الله ما تجوزت او انو يمكن ما تتجوز مين برأيك رح يزعل اكتر شي من العائلة انت ولا اماك ولا اخواتك بيس اضمنا اخر مرة بتصريح خطير يعني كان قبل ولا مرة اي لشي لا حسات انو موجودة عنده الفكرة بيحب انو اتجوز يعني اي خلص ماش يزم تزعل اوكي هاي المقابرة اخلص اتجوز هلأ يعني بعد ربع ساعة بدي لقيها هلأ يعني اذا طلقنا شو بيكون السبب الاساسي بخريك تطلق تعافي شو اللي مأخرني عن الزواج هو عدم قبولي للطلاق الهاي اكسبكتيشنز طبعي او هال هاكي يعني بدي الشغلة تكون كتير صاح يمكن نكمل هاكي قد ما بفكر هالقدم اخرتنا انت بعدك صغير في انجازات حققتك اكتر انجازات قلت برافو جوزاف انا عملتن لهلأ اكتر شي بقول برافو على اعمالي انا جدا فخور باني بوقف على المسرح اليوم بعد وقت نسبيا يا طبر مش كتير طويل وبغني الوقت كله الاغنيات العالم عم بتردد معي من لتروحي لاخر اغنية لكون عم بتردد معي الكلمات بحب وكل اغنية عندها تعب الشو قوى لك وقول لك انت وحبه مكتر ويا كل الدنيا ولبناء رح يرجع ولا تروحي وحبات عيونك والاخر هي عند عالم عندهم هاكي حسيس تيجيه الاغانب يعني هيكي بطريقة خاصة يعني هيدي شغلي بفتخر فيها كتير وكمان اغنيات الصلاة للعدرة وغيرهم ايه ما عملت شي خاص بس رتلت بس شفناهم اكيد اكيد رتلت اشياء لناس معروفة في اشياء موجودة لجوئات بحب من وقت للتاني لانه عندي هيدا البارتل هيكي شوية شخصي يعني بعده بعده موجود يعني المعقول تصير خوري مسان راهب دقري من الزواج وكل الاخبار وصمراء وشقراء اختي كله وارد كله وارد انا عطول بقول انه عندي ما بعرف ازا ازا ما دعو لاشي تطلع دعوتاك مأخرة يمكن اي مو حدا بيعرف بس انه في هالبارت موجود بقلبي يعني عندي شق هيكي ملتزم فيه انجازات لها هلأ بتقول يا جزاف هيك بس نام عم خدتك لا بعد ما عملتون رح عم يمرق الوقت ابدا 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 لانه اريت كتير وصلت لمطرح انه عرفت انه الشخص لازم يعرف يحدد شو بده يعمله باي وقت ويحدد احلامه هادي شغلة مهمة يعني هادي قصة اللايف كوتشز والسوري ما احتنا ما قالو الاخير هي مش كتير صحية الاصح انه الانسان يعرف طبعه يعرف يدرس وان هو عايش وبيشو عايش باي محيط وشو عم بقدم انا اللي عم بعمله كتير مبسوط فيه وكتير فخور فيه اكيد عطول في الواحد الانسان بطبيعته البشري يعني عنده عطول احلام اكتر او بده يوصل اكتر ازا لازم يصيروا بيصيروا مع الوقت اذا بدنا نطلع من الاحلام شي بده يصير قريبان واكيد شو عنا مشاريع هيك بنخبره في اغنية كمان لبنانية في اغنية خالجية عندي دبي اردن حفلات عندي اعراس مصر امين قال لي مصر من فوق مصبوط كيف هو امين معك بعزبك كيفك امين بساعدك بيعتيك اوامر امين يعني هو انجازه وكل شي محقق وبيحكي عنه ما في داعي يعني احنا صارلنا ادي صارلنا عشرين سنة سواء يمكن اقل من طعش من طعش عشر سنة تقريبا العمر كله ايه وخلص بس تخلق هايدي الكليك مع الشخص كمان بالشغل المهمة كتير انه انه يكون واحد مرتاح مع ادارة اعماله وادارة اعماله بيحبوه شغلة بتنجح اكيد وبيفهم اهم شي كتير هالما حبي بين بعضهم اكيد هي عليها الانسانية قبل الفن هي بتخلق الشي الحلو بنا نعمل ديو بدينا اقيل لك ثلاث شباب واقل كفوري من حمزين او حسين الجسمي رح بلش بالجواب لك لشي اول شي انه بحبهم كله بس رح نقي شخص لانه بطبيعة العلاقة يعني الناس كلها بتعرف انه صديقي من حمزين ابو علي لانه هالعلاقة الشخصية رحت على محمزين بس اكيد النجم الكبير واقل كفوري كمان كان صار لي فرصة انه كنت سوا بيعرس مغني سوا هو النجم حسين الجسمي ما بعرفه شخصيا بس ما في داعي نخبر عنه شو بدك تقول لالMTV1 حاية قلبي مشكرك اول شي تانكيو لالكن بتعقدوا MTV1 بحبكم كتير